بعض يعني قلة اعتبرون انه انقلب على يعني موروثه من أفلاطون والبعض الآخر اعتبر انه بحث عن امتداد لأفكار أفلاطون في رحلتي اللي تلت المغادرة النقطة دي بقى انا تفحصت فيها كثيرا جدا واكتشفت الآتي انه كتابات أرستو في هذه الفترة اللي هي بين قبيلة وفاة أفلاطون وحتى بعد ما ذهب أرستو الى آسيا الصغرى بعد وفاة أفلاطون اكتشفت ان كتاباته كانت علاقة محاورات سهي المحاورات دي معظم ما فقد ولقاطنا بعد تفاصيلها لكن تكشف عن ان أرستو كان لا يزال مؤمنا بفلسفة أفلاطون درجة انه كتب في احدى هذه المحاورات يحكي عن حلم لاحد اصدقائه يتحدث فيه عن خلود النفس أرستو في فلسفته الشخصية لم يكن مؤمنا بخلود النفس لكن اذا كان معتنق افكار أفلاطون الى هذه الفترة أول خروج لأرستو على أفلاطون في كتاب صغير كده اسمه بروتريبتيكوس حس على التفلسف حاجة زي مدخل الى الفلسفة كده مدخل جديد للفلسفة وده كان بعد ما قاعد في أسيا الصغرى فترة ولما الواحد يدقى في التفاصيل أكتر هتكتشف ان أسيا الصغرى دي المدينة التي ذهب إليه أرستو وكانت تدعى أترينوس كانت مدينة يحكم هرمياس وهرمياس ده قاعد تلاميذ أفلاطون يعني هو لم يذهب بعيدا عن أفلاطون نفس الدائرة النمو لقا نفس الدائرة وكان بيحب أفلاطون جدا كل ما هناك انه زي ما قال أنا أحب أفلاطون لكن حبي للحق أكثر لما أرجع للسؤال بقى لما ترك الأكاديمية ترك لسبب علمي لأن أفلاطون ولع على الأكاديمية ابن أخته وكان يدعى سبوسيبوس وكان عالم الرياضيات وكان نصير للرياضيات وليس للفلسفة على حساب الفلسفة على حساب الفلسفة وبالتالي ليس فقط أرستو الذي غادر وإنما غادر معه الفلسفة الكبار اللي هي العقول اللي كانت موجودة بالذات وحد اسمه كسينقراط اللي عاده رأس الأكاديمية بعد سبوسيبوس يعني إذن أرستو ظل مخلصا لهذا الأستاذ إلى أن نجح في اكتشاف طريق جديد بقى للتفلسفة لأن أفلاطون كان مركز على العقل والعقل فقط والعقل الحدسي وأنه بداية الحقيقة أن نعرف ما أطلق عليه أفلاطون عالم المسلم أرستو كان دايما يتساءل لما يحجم الناس عن الفلسفة وجد أن السبب في أكاديمية أفلاطون لأن أفلاطون كتب عليها إيه؟ لا يدخل علينا إلا من كان رياضيا يعني لا طريق للفلسفة إلا أن تدرس الرياضيات وتيجي بقى تتعلم الحوار في الأكاديمية أرستو قال لا عندنا طريق آخر اسمه الحس والتجربة وبالتالي غاصف النفس البشرية أكتر بالضابط وأدرك أنه بهذا يكتزب الجماهية ولما أسس مدرستو بعد كده عمل حدث ما دروس المساء تيكت رائعة جدا من أرستو دروس الصباح حصصها للتلاميذ في العلوم والفلسفة وغيره ودروس المساء خصصها لعامة الناس كل من أراد أن يستبع إلى أرستو يدخل للمدرسة ويسمع وكان بيكلبهم في الجدل والخطابة اللي هم النقطتين اللي كانوا اليونانين مغرمين بيهم جدا 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 مغرمين بيهم جدا